من قناة الجزائر الدولية وعودة على زيارة رئيس الأمريكي جو بايدن إلى اليابان وتعاهده بأن بلاده ستوفر الحماية العسكرية لجزيرة طيوان في حال تعرضها لهجوم من قبل الصين نشرت صحيفة فيزغلياد الروسية تقريرا عده الكاتب الصحفي ديمتري بافيرين تناول تصريحات بايدن الأخيرة محاولا تسليط الضوء على متوحي به من تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه آسيا أما كما سعى للتنبيه إلى خطورة الوعد الذي تضمنته وكذلك الخطر الذي تشكله أخطاء بايدن المتكررة على أمن بلاده والعالم بحسب رأيه الكاتب قال إن تصريحات بايدن تعكس استعداده للدخول في مواجهة مع الصين القوة النووية الكبرى من أجل جزيرة طيوان متسائلا هل هذه استراتيجية أمريكية جديدة في منطقة آسيا أم مجرد جنون سياسي ينظر بنهاية العالم وجاء في تقرير الصحيفة الروسية أن الزيارة التي قام بها رئيس البلايات المتحدة إلى الدول الحليفة لأمريكا في شرق آسيا كشفت عن التهديد الذي أضحى بايدن يشكله ليس فقط على استقرار بلاده بل على العالم بأصره وفق الكاتب أشار ديمتري بافيرين في تقريره إلى أن المؤتمرات الصحفية التي يعقدها بايدن أصبحت تثير انذعاج البيث الأبيض أقول الأمر الذي جعله يعقدها وتحذيرات لها بما في ذلك تحذير الأسئلة والأجوبة عليها قبل انطلاق المؤتمر يرى الكاتب أن الصين هي الدولة الوحيدة التي قد تشن هجوما على طيوان وعليها فإن الرئيس الأمريكي مستعد للدخول في صراع مع قوة نووية من أجل جزيرة معترف بها أو تعترف بها الولايات المتحدة قانونيا بصفتها جزءا من الصين مبينا أن أمريكا ليست ملزمة بتسريع نهاية العالم من أجل مصلحة طيوان وفق ما أظهرت سياسات الرؤساء السابقين بما في ذلك سياسات جورج بوش الأبن يشير الكاتب إلى أن الرئيس السابع والثلاثين للولايات المتحدة ريتشارد نيكسن هو من قرر التعامل مع مجريات الواقع وإقامة علاقات مع الصين وإيضا استغلال التوتر الذي كان يشوب العلاقات بين الصين والاتحاد السوفيتي أنذاك والذي بلغ مرحلة العداء وبسبب عدم رغبتها في خسارة طيوان وأن عرضت واشنطن على بكين حلا وسطا يحمي الجزيرة بشكل أو بآخر من أي هجوم محتمل من قبل الصين ومقابل الاعتراف بالموقف الصيني القائل أن هناك صينا واحدة فقط في العالم وأن طيوان جزء لا يتجزء منها وافق الزعيم الصيني موت سي تونغ على إبرام معاهدة بين واشنطن وأيضا تأييبه بشأن توريد الأسلحة الأمريكية إلى طيوان التي كانت ستتحول إلى حصن منع لجيش التحرير الشعبي الصيني وكان بإمكان أمريكا حينئذ تزويد الحزب القومي الصيني لكومينتانك بأسلحة خارقة تضمن تفوقها عسكريا في وقت كانت فيه قوة جيش البر الرئيسي للصين تقتصر فقط على جنود مجهزين يفتقرون إلى الأسلحة الحديثة وفق التقرير نفسه الكاتب يبين أن إمكانات الصين تغيرت مع مرور الوقت وحققت نوعا من التقدم في الصناعة العسكرية وشمل التغيير أيضا الكومينتانك الذي لا يزال حزبا قوميا معرفا غير أنه يتبنى مبدأ وحدة الشعب الصيني وفقا لمخطط الدولة واحدة ونظامان الذي اقترحته بيكين مع ارتفاع احتمال خسارة واشنطن لطايوان أصبحت المهمة الرئيسة لوزارة الخارجية الأمريكية في المنطقة هي مواجهة الوحدة السياسية الصينية المحتملة وأيضا تزويد جزيرة طايوان بأسلحة حدثة من طرف البنتاجون وهو ما يعزز الاعتقاد بأن بيكين قد تشهد سيناريو ممثلا للأزمة الروسية الأوكرانية ويرى الكاتب الرئيس الصيني تشيجين بينغ يريد أن يذكره التاريخ باعتباره الرجل الذي وحد الصين لا باستعمال السيف بل بفضل الحكمة والإرادة والمال أيضا في حين يستمر الحديث في الولايات المتحدة عن نية الصين استغلال تركيز أوروبا على الأزمة الأوكرانية لشن هجوم على طايوان رغم غياب أدلة تشي بنية بيكين تنفيذ عملية عسكرية هناك بحسب الكاتب فإن بايدن الذي كان من قبل ديبلوماسيا على أعلى مستوى أصبح اليوم مجرد رئيس ناطق بما يملي عليه ويهدد استمرار وجوده على رأس السلطة في البيت الأبيض بإدخال العالم في حرب نووية لا تبقي ولا تذر إذ صرح طبيب البيت الأبيض السابق روني جوكسون الذي شغل المنصب في ظل إدارتي باراك أوباما ودونالد ترامب بأن مستوى القدرات المعرفية للرئيس الأمريكي الحالي تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي كما يشكل خطرا على العالم بأسره كانت هذه قراءتنا في الصحيفة الروسية لهذا